السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا معكم دكتور رحمد الكندري استشارك راحة مسارك البولية والتناصل اليوم العقوم وأستاذ مساعد كليا الطب جامعة الكويت وأرحب في المتابعين اليوم أول لقاء لايف لنا مع المتابعين ونتمنى إن شاء الله يكون الجميع يستفيد من هذا اللقاء وليوم موضوعنا راح يكون عن أسباب وعلاج تأخر النجاب عند الرجال طبعا راح حاول إن شاء الله بإذن الله كل أسبوع يعني يوم الأربعة أكون متواجد لايف للأخوة المتابعين ونتكلم في مواضيع مختلفة وإن شاء الله إن شاء الله يكون في قناة ما فيه الخير للجميع طبعا الناس يرحبون وأتمنى أشكرهم جميعا كل الأخوة اللي يرحبون فيني طبعا شنو تعريفنا لموضوع تأخر النجاب يعني مثلا نقول والله حق الريال ترى أنت عندك تأخر النجاب طبعا الأمر هذا مختلف فيه لكن طبيا نقول إذا الواحد صار لم تزوج سنة وعلاقة زوجين مستمرة وما صار في حمل مع رغبة الزوجين في الحمل هنا إنسان يتأخر النجاب طبعا مو لازم الريال ينطر سنة عشان يعني يفحص ممكن حتى أول ثلاث شهور إذا ما صار في حمل إن الإنسان يروح يراجع ويتم تقييم الأمر ويكتشف إذا فيه شيء ممكن يعني التشخيص وبعد ذلك العلاج يعني طبعا فيه نقطة ثانية أذكرها لأنه وايد أشوف بعض الأخوة الوافدين اللي ظروفهم تحتم من زوجته ما تكون معا ويسافر مثلا شهر بالسنة ويمر على هذا الوضع السنوات ويراجع يقول دكتور أنا ما عندي إنجاب لما تفحصها تلقى كل شيء سليم ولما تسألها هل زوجتك فحصت يقول لك إيه ما فيها شيء بس يعرف ليش قاعد يصير تأخر إنجاب يقول لأن هذا بسبب انقطاع العلاقة الزوجية فيحصل هناك تأخر في الإنجاب بالإضافة لذلك فيه شيء مهم لازم يعرفون الناس اللي هو العلاقة الزوجية في أيام التبويض أولا لا بد أن يكون المرة ما عندها مشاكل تأخر الإنجاب والرجل كذلك وأيضا أن تكون هناك علاقة زوجية في أيام التبويض طبعا أيام التبويض كما يعرفون زمالان لكازة أمراض نسا يعني مرتبطة بتقريبا المنتصف الدورة الشهرية وإذا لا بد أن تكون العلاقة في هذه الأيام هي منتظمة حتى تساعد في حدوث الحمل بإذن الله طبعا لما يونى المراجعين شوان نحن نقيهم ما بيأخذكم معاي شننا نحن نشوف الحالة جدامنا ونفكر مع بعض بصوت مسموع أول سؤال أسأله أنا للشخص اللي يليني بينيور لايف فيديو حياها الله إن شاء الله بإذن الله أخي عماد الزنكي أخوه عزيز ونسيب تشرف فيه طبعا الناس اللي يشتكون من تأخر إنجامة ما قلت لكم طريقة تقييمنا لهم إن أول شيء أسألة أسئلة مهمة السؤال الأول هو كم المدة اللي صارت لها هذه الحالة الأمر الذي بعده هل تشتكي من أمراض مزمنة مثل الضغط السكر الربو يعني مهمنا نعرف حالة المريض لأن نحن نتعاون مع إنسان ليس فقط إنه ينجب إنسان قد نكتشف فيه مرض ونساعده في حل مرضة على سبيل المثال أحد الحالات اللي ياني عشان يتم تشخيصها لتأخر إنجاب اكتشفت أنه عنده سرطان في الخصية لتخيلوا هذا الشخص يفكر في إنجاب وعنده سرطان في الخصية وما مدى يعني يشوف دكتوري قيمة فهذا مهم جدا أنه يتم تقييم الشخص كمريض الأمر الثاني نسأل عن الأدوية هناك بعض الأدوية أو تاريخ المرض لأثر عن إنجاب بعض المرضى اللي الله يشافي معاه فيهم مثل اللي يتعرض للعلاج الكيماوي أو العلاج الإشحاعي في الصغرة أو في المراحل السابقة هذا مهم جدا إنه نعرفه وطبعا المفروض طبيا إن الواحد ما يتعرض للإشعاع ولا الكيماوي إلا يحفظ ما نسميه حفظ الحيوانات المنوية وتجمد كوسيلة ووقائية حتى لو ما رجعت الوظائف يكون عنده مخزون يستطيع أن يرجع بعد ذلك نتكلم من ضمن الأشياء المهمة في التاريخ المرضي هو هل هذا الشخص تعرر لما نسميه الخصية المعلقة يعني كانت خصيته صاعدة وبالتالي هذه الخصية المعلقة أصلا فيها قابلية لأن تكون فيها ضعف ليست فقط بسبب المكان هذا عامل مؤثر أيضا بالسبب أن نوعية الخلايا في نسبة منها يكون فيها ضعف وتوقيت تنزيل الخصية أيضا مهم فلهذا الآن طبيا إذا كانت الخصية المعلقة قبل السنة ننزلها حتى لا تتأثر من ناحية القدرة على الإنجاب في المستقبل فنسأل المريض السؤال هذا هل حصل عندك انت خصية معلقة هل سويت عملية هل سويت عملية تفتاق عملية تفتاق إذا كان بالناحيتين ممكن يتعرض لحر المنو للقطع فشوفوا هات تاريخ المرضي شون هو مهم في أن يعرف تاريخ الإنسان شغلة مهمة تخص الشباب اللي هي موضوع الأبر الهرمونات للأسف انتشرت بين الناس ويعتقد كثير من الشباب أن هذه مهمة لتقوية العضلات ويتناسون أو ينسون أن هذا يتأثر على مستقبلهم في الإنجاب مشكلة التستاسترون اللي هو الأبر يتقوي أنه إذا أخذت كإضافة سبلمنت هي تعطي إشارة خاطئة للجسم بأنه مكتفي فالجسم يتوقف عن تنشيط الخصية فيصير فيه ضمور أو ضعف الخصية صحيح أنه في نسبة 90% من الحالات هو عارض يعني إذا وقف الدوة يرجع طبيعي ولكن مع مرور الوقت هذه الأمور قد تؤدي إلى ضعف مستمر وفي بعض الحالات إذا كان الضعف شديد أو ضعف موجود تؤدي إلى توقف الوظيفة بالكامل فيفقد قدرتها على الإنجاب بسبب هذه الأبر تكلمنا الآن عن تاريخ المرضي طبعا الحين نتكلم أيضا على الأدوية اللي ذكرناها أدوية الهرمونات الأدوية الكيماوية نتكلم على مؤثرات مثل التدخين التدخين الأسف الشديد وكثير من الناس يعني مبتلى فيه لدور سلبي جدا على نشاط ووظيفة الخصية ولهذا يعني أنا أنصح كل إنسان يرغف الإنجاب أو حتى مقدم على الزواج أن يفكر جديا في أنه يقطع التدخين حتى يقدر يعني يستعيد قدرته على الإنجاب أو يحافظ على الصحته وخصوبته لما نخلص من تقييم الشخص التاريخ المرضي مهم جدا اللي هو تاريخ المرضي العائلي يعني هل يوجد في العائلة من هو مبتلى بهذا الأمر فهناك ارتباط كبير وهذا سوينا بحث نحن إن شاء الله يعني مقدم للنشر عن تقييم الحالات ونسبة العوامل الوراثية أنك تلاقي الإخوان عندهم الحالة هذه الأعمام القراب من المريض عندهم الحالة هذه وبالتالي هناك قادبلية ووراثية طبعا هناك جينات لم تكتشف إلى الآن بس شيء مؤكد أن اللي عندهم ضعف يعني ظاهريا مجهول السبب العوامل الوراثي لدور كبير فيه أو ما تسمى الجينات الخاصة بالإنجاب لها دور كبير فيه ماشي خلصنا إحنا من التاريخ المرضي وفحصنا المريض هنا الفحص مهم جدا والسبب أهمية الفحص نشوف الهيئة العامة للشخص في حالة مرضية يعني تسمى مرض كلاين فيلتر وهو يعني الذي وصف هذا المرض تؤدي إلى يعني ضمور في الخصيتين يميز هؤلاء الأشخاص الطول يكون طويل ولا هيئة معينة وأيضا قد يكون فيه بروز في الثدي عند الرجل وأيضا ضمور وصغر في الخصيتين فنشك في هذا المرض وبعد ذلك نؤكد هذا التشخيص بالفحص الوراثي طبعا حجم الخصيتين مهم اكتشاف إذا ما كان هناك دوالي في الخصيتين طبعا أبي أوضح شنو بالضبط معنى الدوالي كلمة الدوالي معناتها هناك انتفاخ في أوردة الخصية وهي حالة شائعة وأقدر أقول من الدراسة التي أجريناها أنه أكثر سبب لضعف وظائف الخصية المؤدي إلى تأخر الإنجاب هو دوالي الخصية طبعا هذه الدوالي ما لها أعراض في أكثر الناس يمكن أقول نسبة 30% قد يكون فيها آلام 70% ما فيها آلام طبعا في أحد الأخوة الأخ راشد بعث الشخص اللي ما لها الحالة المنوية شنو علاجه إن شاء الله رح نوصل لأخ راشد ورح هيعى الأسئلة رح خلص أنا شرح سريع بعد أن ندخل في الأسئلة طبعا دوالي مثل ما ذكرنا هي من أشهر الأسباب التي نشوفها تؤدي إلى ضعف ونقص في العدد ونقص في حركة الحالة المنوية وأيضا تؤدي في بعض الحالات إلى انعدام الحالة المنوية اللي هي مثل حالات الصفر كما يسمونها الناس عموما بعدين إذا فحصنا الخصويتين وشوفنا إذا في دوالي أو لا طبعا لابد نتأكد أنه ما يكون فيها سمح الله أورام التهابات الحبل المنوية موجود أو مفقود لأن في بعض الحالات الحبل المنوية يكون مفقود السؤال اللي يعني الفتق الربي أثر عن جاب رح أجاب إن شاء الله طبعا بالنسبة لحالات بعد ما نفحص المريض الفحص الذكرناه نسوي التحاليل أهم تحليل مطلوب بالنسبة لنا في تقييم الإنجاب وتحليل السائل الملوي طبعا السؤال دائما ينسأل المريض كم يوم لازم أني أكون ممتنع عن علاقة زوجية عشان أعطي التحليل في الغالب من ثلاث إلى خمس أيام هي المدة الكافية بعدين تقدر تأطي العينة أيضا سؤال محرج ومهم المريض يقول أنا ما أحب أعطي العينة في المختبر هل ممكن أسوي العينة في البيت وأودها المختبر وكم الوقت مسموح لهذا الأمر حتى ما يأثر عن نتيجة الجواب نعم بشرط أن ما يزيد عن ساعة أنا أقول للمرضى خل أعمل حسابك على نص ساعة وبالذات في الحر كل أمور هذه حتى ما تتأثر العينة يعني سؤال هل ممكن تعود الدوالي في الخصية بعد العملية الجواب نعم وراح أجاوب هذا السؤال طيب خلنا نجاوب أسئلة الناس بعدين أكمل أنا أخ أبو جاسم قال هل فيه دواء فعال لزيادة الحيوان المنوي طبعا حسب السبب أخ مجاسم يعني إذا كان هناك ضعف مجهول السبب فهناك مكملات غذائية لها دور في زيادة الحيوان المنوية هناك أدوية نسميها محفزات الهرمونات تساعد في زيادة الحيوان المنوية هناك أدوية هرمونات مساعدة مثل هرمون HCG أو FSH تؤدي إلى تنشيط خصية في زيادة الحيوان المنوية الجواب نعم حسب الحالة سألني أحد الأخوة حالة الصفر شنو علاجها حالة الصفر اللي الشخص ما عنده حامة منوية في السائل المنوية هذه لها سببين أساسيين إما أن يكون الخصية ما تنتج وهذا ضعف شديد أو هناك انسداد في مجرى السائل المنوية وطبعا لها طريقة تقييم فالجواب في التشخيص حسب الحالة يعني حسب لما نسوي الفحوصات ونشقص نقول شنو الحلول وراح تكلم عن وضوع هذا دوائل الخصيتين أنا تكلمت عنها أنها من أحد أشهر أسباب ضعف وضائف الخصية ونقص الحامانات المنوية أنزين شنو الفحوصات غير السائل المنوي اللي قلنا نسوي السائل المنوي في الغالب مرتين أو ثلاث أن مرة واحدة قد يكون فيه نقص أو قد يكون طبيعي فإعادة الفحص يؤدي إلى تحسن لأن فيه شيء نسمي التفاوت الطبيعي عند الإنسان في الحامانات المنوية وهذا التفاوت الطبيعي قد يصعد ينزل وهذا نشوفه عندما يصعد ينزل في حالة الدوالي بشكل أكثر بعد ذلك طبعا التحليل إذا ظهرت فيه علامات مهمة من ضمنها أن الكمية قليلة عدد الحامانات المنوية يكون طبيعي أو نقص الحركة الطبيعية أو نقص التشوهات طبيعية أو زايدة هل يوجد التهابات في السائل المنوي وإذا وجد شك في التهابات نسوي تحليل الزراعة بعدين نية حيث تحليل هرمونات وهو مستخدم في الحالات التي فيها نقص شديد وهي هرمونات خاصة بالخصوبة وفي حالات لما يكون العدد ويد نازل هنا نسوي فحص نسميه فحص الكروموسومات أو منعدم فحص الكروموسومات وهو فحص وراتي في فحوصات زيادة يعني يمكن ما نلجأ لها إلا مثل فحص دي اناي للسائل المنوي في فحوصات خاصة أكثر دقة هذه نلجأ لها في ظروف استثنائية لكن في الغالب هذا اللي ذكرناه اللي هو فحص السائل المنوي أكثر من مرة فحص الهرمونات واحتمال فحص الوراتي أيضا فحص الخصية بالسونار مهم جدا ثبت في دراسات علمية كثيرة إنها تساعد في تقييم وظيفة الخصية وفي حالات ممكن الدوالي ما تكون محسوسة بالفحص بسبب سماكة الجلد عند الشخص فنكتشفها بشكل واضح في السونار فهذا مهم أحد الأخوة يقول ألم في الجهة اليسرى قد يكون الالتهاف الخصيتين أو البربخ قد يكون من الدوالي الخصيتين قد يكون فيه شيء نسمي التواء الخصية قد يكون ألم منتقل يعني الألم ينتقل من المثانا أو البروستات أو أحيانا الحالب إلى الخصية فهذا الألم منتقل أو حتى ألام عضارات البطن تنتقل للخصية هذا مهم نعرفه بعد ما نسوينا الفحصات هذه شنو خطوات العلاج اللي نتبعها طبعا خطوات العلاج مهم أن نتدرج بالأمر حسب حالة كل شخص طبعا مهم عندنا في تقييم الرجل معرفة ظروف المرأة زوجته فلا بدنا نعرف عمر الزوجة لا بدنا نعرف إذا تم تقييمها من دكتورة أمراض النساء أو لا إذا سبق لها الحمل أو لا يعني كل الأمور هذه مهمة في تقييم الرجل حتى تكون خطة العلاج متكاملة ومتوافقة بعدين طبعا في حالات الصفر لأن في أغلب فمهم جدا يتم تقييم الزوجة في وقت مبكر حتى نستغل الوقت ونقدر نسوي العلاج اللي هو أطفال آبيب لاحقا طبعا الجزء الخاص في أطفال آبيب يسوينا زملائنا طبعا أمراض النساء أما نحن فنسوي الجزء الخاص بالرجل بما في ذلك تقييم الرجل فحص الرجل وأخذ عينات من الرجل بما فيها المسح المجهري الخصي هذه نجريها في خطوات العلاج حسب الحاجة سنعطيكم مثال لحالة شائعة حتى يكون عملي شاب عمره 28 سنة متزوج صار له ثلاث سنوات ياي من بداية زواجة لا يوجد حيامة ملوية يعني عفوا في حيامة ملوية وسقليلة يعني العدد الطبيعي الآن في التقسيم الجديد الحيامة ملوية تقريبا 15 مليون والنشاط يكون فوق 40% منها 30% نشط جدا فالتحليل يابعد يعاطه مرتين العدد 8 مليون والحركة 5% ففي نقص واضح طبعا أنا أسأل الشخص هل أنت تدخن نعم أدخن الوزن تلقى وزنه زايد يعني كتلة دهنية عنده فوق 35 فعنده سمنة أسأله هل في أحد من أهلك عنده تأخر نجاب يقولي نعم أخوي الكبير عنده وعندي عم من عمامي عنده تأخر في الإنجاب ففي عوامل خطورة مثل ما نقول سمنة وتدخين وعامل وراثي وأيضا نيحق الفحص لما نبحث الشخص هذا ألاقي عنده دوالي كبيرة وعروق من تفخة في الخصية مع نقص في حجم الخصية اليسرة سوي له سونار ألقى نفس الشيء هذا يقولي دكتور شنو خطوات العلاج طبعا هذا الشخص لو راجع عند بعض زملائنا مع تقديرنا لهم اللي هم يقومون بأطفال آنبيب يمكن يقوله تعال سوي لك أطفال آنبيب أخلص صحيح أن هذه الطريقة ممكن تؤدي إلى حمل بس شوف تبعاتها مقارنة بتبعات لو عالجت أنت الشخص هذا بروحة هذا شخص صغير 28 سنة جدامه مستقبل من الإنجاب ما يبيه في كل مرة يعني يرغب في الحمل أن يلجأ لأطفال آنبيب عب أطفال آنبيب في الحالات هذه كبير من الناحية الجهد والأدوية والتدخل على الزوجة بالتحديد وأيضا على احتمالات المضاعفات واحتمالات أن الشغلة لا تنجح فأنا ليش ألجأ لأطفال آنبيب خطوة أولى فعشان شدي أنا بيوجه الناس أن أنت من حقك تعرف الاختيارات عرفت شون فالاختيار اللي عندك الأفضل أن أنت تعالج مو تروح إلى أطفال آنبيب مباشرتين خصوصا أن أنت لنحن شباب زوجتك قد ما يكون عمرها تجاوز الـ 25 ففي فرصة أن أنت تعالج نفسك فلما يقول شو العلاج الدكتور أقول أشوف أول خطوة العلاج قيد نمط حياتك شون يعني يسوي رفض على وزنك مارس الرياضة هذه عوامل مؤثرة ومهمة طبعا نسوي تحدي هرمونات الأمور الثانية ثالث شيء أقول لها عندك دوالي واضحة وهذا يتأثر على وظيفة الخصية فأنصحك في إجراء عملية ونجري العملية بالطريقة المايكروسكوبية التي ثبت أن تعطي أحسن نتيجة في تحسين وظيفة الخصية وبعدين أني إي حق الأدوية هل هناك أدوية أعطيها الجواب نعم لو كان هناك فيه نقص في بعض الهرمونات أعطي ربما محفزات لهرمون الذكورة مثل الكلوميد أو النولفاديكس أو الأدوية الأخرى المشابهة حسب التحاليل وأيضا أعطي بعض المكملات الغذائية اللي فيها مواد محفزة لتنشيط الخصية وتنشيط الحالة المنوية عادة المريض يقول لك دكتور كم تتوقع وقت عشان أتحسن أو أن تصير عندي فرصة للحمل أقول له في الغالب لما تسوي عملية دوالي أو تأخذ أدوية تتكلم عن مدة من ثلاث شهور إلى تسعة أشهر وأنا أعطيهم المعدل ستة أشهر فخل عندك صبر عشان أنت تتحسن بشكل مستمر وحافظ على الأشياء الوقائية مثل ما ذكرناها بعد ستة شهور إلى تسعة شهور راح تتوقع النتيجة والتحسن بنسبة سبعين في المئة من حالات الدوالي إذا تعدلت الأمور الأخرى فبنسبة ممتازة بحيث أنك أنت ترد طبيعي وهذه ميزة علاج السبب عن بس الطفل الأنبوب طفل الأنبوب أنت تسير عندك حمل بس أنت ما عالش نفسك ما عالش السبب وأيضا ما سويت وقايا لنفسك فهذا شيء مهم جدا أن أنت تتعدل واحد من المتابعين هذا أخوي الله يحفظه يقول شيء نظارتك شيء نظارتي ما أشوفه الخط يا أبو سعود الله عزيزيك خير يعطيك العافية الله عافيكم أحمد الخير هلا حياك الله الآن دعوني أتكلم آخر موضوع أتكلم فيه طبعا أنا وقتي الآن إن شاء الله في عندي بعد ربع ساعة في مجال إذا في أسئلة ما جاوبناها إن شاء الله رح نجاوبها عن حالات الصفر المريض اللي روح يفحص هذا تكلمنا عن السيناريو الأول المريض اللي عنده عدد السيناريو الثاني مريض ما عنده عدد يعني تروح المريض تسوي فحص السائل منوي تطلع حالة منوية عنده صفر طبعا تكون بالنسبة له صدمة فيبيعرف الحل هل أبرهيوميرا تأثر على الإنجاب رح نجاوب إن شاء الله طبعا بالنسبة للصفر مهم جدا أنه نعرف تاريخ المرضي هل كان في صغرة عنده خصية معلقة هل حاشة النكافة والخازباز هل أخذ أدوية هرمونات هل أجريت له عمليات الفتاق بالناحيتين وهذا السؤال جاوب عن السؤال الفتاق هل الفتاق أثر على الإنجاب الفتاق بحد ذاته إذا كانش شخص طبيعي ما يأثر علاج الفتاق عمليات إصلاح الفتاق ممكن بالخطأ أو كمضاعفات يحصل أن الحبل المنوي أو ما يسمى الوعاء الناقل أو الفاس ديفرنس يكون يعني يجرح كمضاعفات وهذا يؤدي لمضاعفات في ناحية وحدة إذا كان في الناحيتين هذا ممكن يؤدي إلى انسداد في مجرس سائل المنوي الالتهابات قديمة فلازم يعرف كل التفاصيل في حالات الصفر لأنه ممكن الالتهابات القديمة تؤدي إلى انسداد وهذا الانسداد يؤدي إلى أنه ما تطلع حالات منوي بعد ما أعرف التاريخ المرضي هل نتكلم من حالات الصفر نفس الشيء يسأل إذا كان مدخن الأمور هذه كلها بعدين نفحصها نشوف حجم الخصية هل هو طبيعي ولا عنده ضمور أغلب حالات اللي هي خلقة فيها ضعف يكون فيها ضمور وفيها صغر بعدين نحس الحبل المنوي وبعدين نشوف هل هو موجود أو مقتفي يعني هذا ممكن يكون حالة خلقية خنشوف سؤال أحد الأطباء في مركز من مراكز طلب مني تحليل خاص بالمناع بعد أن زرت اشتك بالخصية وخفت وما كان وما ما أدري ما أدري الكلمة الأخيرة وما كمان معه طبعا الألام الخصية مثل ما ذكرت لكم هي قد تكون التهابات قد تكون دوالي قد يكون التواق قد يكون ألم منتقل فحوصات المناع الخاصة بالسرية الخصية اللي تكلم عن anti-sperm anti-bodies هذه يعني ما تغير وقت في القرار يعني هذه ممكن كتحليل الساء المنوي إذا صار في علامات لهذا الشيء ذيك الساعة نحن نلجأ لطرق ثاني للعلاج بالنسبة لي شو نعالج حالة الصفر وهذا الموضوع اللي تكمله اللي بغيته كاملة يعني دي ما عندي حالة منو شو نعالجه طبعا لما نلقى تحليل الساء المنوي لازم نعرف هل هو الكمية طبيعية ولا شوية إذا الكمية شوية قد يكون فيه انسداد في ما يسمى قنوات المجرة اللي هو اللي تتصرف الحنة المنوية إلى المجرة البول فهني نسوي سونار للبروستات والحوصة المنوية ونشوف هل فيه تضخم أو فيه كيس في النص أو فيه شيء مسكر إذا كان هذا طبيعي الكمية طبيعية بس إنه ما فيه حنة منوية طبعا مهم أن نشوف تحليل هورمونات هل هي طبيعية ولا فيها خلل إذا كان طبيعية وحجم الخصية طبيعي فهني احتمال يكون فيه انسداد فهني الخطوة اللي نستخدمها في حالة انسداد بعد ما نسوي كل التحاليل هو أخذ عينة من الخصية الحين العينات الخصية تغيرت من ما يسمى عينة تشخيص إلى عينة تشخيص وعلاج فصرنا نسويها في وقت واحد يعني ما أقول تعالى أسوي لك عينة عشان أشوف لا أسوي العينة وبنفس اللحظة أقرر العلاج هل توسع أولادة الدوالي له حجم معين كم يتوجب إجراء العملية طبعا أولاد هذا السؤال مهم يعني كأنه ما شاء الله طبيعي في اللي سأل السؤال هذا خلاف في الموضوع المتفق عليه قديما وسابقا فوق الاثنين ملي هو فيه دوالي مع ارتجاع الدم ولكن خنقل أكثر التوافق بين أكثر الدكاترة في العالم اللي هو تقريبا فوق الاثنين وسبع من عشر الكل يتفق أن هذه كبيرة الدوالي طبعا في مشكلة في طريقة قياس الدوالي لأن طريقة أنا الحمد لله أسوي السونار الخصية لمرضاي وهذا الشي إن شاء الله رح ننشره لاحقا كبحث ونشرنا سابقا بحث عن العمليات الدوالي أنت لما تفحص الدوالي ما تفحص مريض هو نايم لأنه هو نايم الخصية تكون أوردها عند البعض تكون من كمشة وبالتالي الحجمها أو ردها واضح هذا مهم جدا عن حصوات الكلة ممكن تفضل في واحد تسأني عن حصوات الكلة واحد يقول لي دكتور في أسئلة فوق بارك الله فيك ما جاوبت يا ليت رجع لها زين شون أرجع لها أنا لأن أول مرة أستخدم هذا يلا لك قل نرجع ونشوف ايه صح قدرت ايه واحد يقول أشير نظرتك خلاص هنشرون أشيرها إذا كان الرجل يمتنع المراجعة الطبيب فكيف يمكن روح روح وتحن عليه بدون ما تقنع أنه فيه فايدة فهم أن هذا المراجعة فيه فايدة له وبالتالي رح يقتنع هل خلنا نبدأ من أول سؤال أول سؤال عشان ما نحرم اللي يسأل حقه ايه السؤال الأول واحد يقول يعطيك العافية الله يعافيك يعطيك العافية الله يعافيك ما علي يذروني يا جماعة أول استخدام لللايف معاكم منوري النسيب الله يبارك فيك هذا أخوي عماد زنكي منو عندي دكتور أحمد عز حياك الله دكتور أحمد وكل من رحب وحيا وحط ويف وحط ثمب أب يعني أقول لهم مشكورين يا جماعة أبو جاسم يقول ليس على الله مساءك الله يعطيك العافية الله يعافيك أبو جاسم اللي اختصوها قالت مرحبا حياك الله اختصوها الأخ راشد يقول الشخص اللي ما علي حانت منوية شاني العلاج وهذا جوابناه الحين إن حسب السبب أخ راشد إذا كان السبب هو ندور على سبب الضعف إذا كان فيه خلل في الهرمونات ممكن علاجة نعالجة إذا ما كان فيه خلل في الهرمونات يكون يعني هي خلقة يعني ما نسميه جينات خصية فيها ضعف أو عند أحد أمراض الوراثية مثل كلايم فلتر وغيرها هني هكذا ولد يعني طبيعة الخصية عنده ما نقدر نسوي نغير الخصية في الحالة هذه فنقدر نشط بأدوية معينة وبعدين ناخذ عينة من الخصية والعينة الأفضل هي ما نسمى المسح المجهري أما إذا كان فيه انسداد فممكن ناخذ حالة منوية ونستخدمها في أطفال آنابيب وممكن نسوي تصليح لمجرى السائل المنوي إذا كان الحبل المنوي هو مكتوع نوصله ببعضه في جراحة مايكروسكوبية وإذا كان انسداد يعني بعيد في البربخ نسوي تفصيله من الحبل المنوي إلى البربخ هذا بالنسبة للعلاج لحالات الصفر هل الفتق الاربي يؤثر على الإنجاب قلت أنا الفتق ما يأثر لكن العمليات ممكن تأثر هل فيه دواء فعال نعم فيه أدوية فعالة فيه أدوية من كمنات غذائية فيه أدوية من الشطات الهرمون لا بد من تقييم الشخص لا نعطي الأدوية تشذيع شوائي لا بد أن نفحص الشخص ونعرف التفاصيل حتى نعطيه الأدوية هذه هل ممكن تعود الدوالي في الخصية بعد العملية نعم ممكن تعود ولهذا نشرنا البحث عن عمليات دوالي 100 حالة نحن نسوينا الحمد لله كثير ولكن نشرنا 100 حالة من اللي درسنا حالات هذه بالجراحة المايكروسكوبية والمجهرية وهذه الجراحة تتمثل فيه أن نحن نستخدم جهاز كبر هو المايكروسكوب والتكبير نستطيع أن نصل إلى 17 إلى 20 مرة أنا في المعدلة أكبر من 7 إلى 15 مرة عشان أشوف الأوردة بدقة فأربط الأوردة فقط وأترك فقط وريد اللي هو نسميه وريد الوعاء الناقل هذا لازم نحافظ عليه أما ما عدا ذلك من الأوردة كلها نربطها ونحافظ على الشرايين حتى لو كانت 2، 3، 4 نحافظ عليها نحافظ على الأوعية المفاوية فبالتالي تقل عندنا نسبة رجوع الدوالي مهمنا المشاهد يعرف أنه ما في طريقة بالعالم تعطي ضمان 100% الدوالي وما ترجع يعني أقول أن نسبة بالحالات اللي إحنا شفناها نسبة 2% رجعت الدوالي وهذه غالبا تكون في أوردة يعني هي الخاصة بالوعاء الناقل تكون أكثر من وريد وإحنا ربطنا واحد وممكن الثاني كان صغير مواضح لكن عموما إحنا حتى في أشهر المراكز العالمية اللي ججرت فيها الحالات على مدى سنوات عندهم نسبة 1 وإحنا 2% فهي نسبة قليلة جدا لو سويت العملية بطريقة الجرح التقليدي أو منظار البطن فالنسبة الرجوع الدوالي أعلى 15-20% وهذا الأمر نشرناه في بحث في 2007 واحد يقول عن دوال الخصية تكلمنا عن دوال الخصية أحد أسئلة الأخ محمد يقول ألم عندي في الجه اليسرى ويزداد وأشعر موجود ما يشبه هذا جواب سأنا أهلا أم الخصية هل العملية الدوالي الرياضة تأثر على نتاج العملية هذا خوش سؤال طبعا ما في بحث نشر في هذا الأمر ولكن أنا عندي ملاحظات على بعض الحالات اللي يقومون برفع الأثقال الشباب اللي يشيل حديد أوزان كبيرة 100 كيلو من 50 كيلو أنا شفت حالات رجعت الدوالي بعد العملية رغم أنك كان كل شيء دقيق فأنا كنت نبه المرضى ترى الأثقال كبيرة ممكن تؤدي لرجوع الدوالي فعلا رجعت الدوالي يعني ممكن حالتين شفت من الحالات هذه فأعتقد أن الأثقال وهذا الأمر يحتاج إلى أن نشوف حالات أكثر حتى نوثق الملاحظة العلمية تؤثر مع ذلك ما في شيء مؤكد السؤال البعدة شي نظاتك ها جاوبت هل أبر هميرا تؤثر عن جر طبعا الأبر هميرا هي أبر مناعية تستخدم فيه أمراض كثيرة منها الروماتويد منها الألسراتيب الكولايتس في الغالب الأبر هميرا ما في شيء مؤكد أن يتأثر على الإنجاب بس في بعض المرضى قد يتأثروا من أدوية المناعة عموما مثل الساكلوفوسفامايد وغيرها فإحنا دائما نقول حسب الحالة الأمر يحتاج تقييمه ومتابعة السؤال اللي بعده إذا الرجل ما يريد راجع شو نقنع هذا جاوبنا سلام عليكم جاوب عليكم السلام جاوبت أنا كل الأسئلة هل توسع جاوبنا هذا يسألك عن حصوات الكلة ممكن تفضل الأخ اللوغاني قال يسألك عن حصوات الكلة تفضل دكتور في أسئلة جاوبتها أنا مراجع عندك وأعداد الحيوانات المنوية غير ثالثة بعد العلاج وظلوا 35 وتحني 2 و45 واختار 2 أبيضة 2 تجميل نسيه 12 12 والحركة 50 شي لحد الأخ سلطان شوف أخوه سلطان حياة كله تشرف فيك طبعا الحيوانات المنوية متفاوتة حتى عند الشخص الطبيعي لو تفحص أنت كشخص طبيعي ما عندك مشكلة اليوم تفحص بعد أسبوع تلقي رقم ساعد نازل الصعود والنزول هذا عادي من تحليلك أنه فيه وصل عدد إلى 12 إنما أنت لازال فيه ضعف الحركة 50% يعتبر زينة أو الحد الأدنى يعني فعادة إذا ما تحسن الواحد بعد العلاجات والأدوية نلجأ إلى ما نسميه تلقيح صناعي إذا كان العدد فوق العشرة مليون والحركة فوق الأربعين بالمئة نسوي تلقيح صناعي طبعا لكاترة أمراض نسأل زملاء نسونا أو أطفال أنابيب فإذا لم يحدث حمل رغم العلاجات المتكررة هنا ننصح بأطفال أنابيب السلام عليكم عملت عملية المجهرية الدوالي هل تؤثر رياضة عن تاج العملية ما تأثر بس أن أنصحك جنب الأشياء الأثقال الله يرضي عليك لا تنسى سؤالي بالنسبة لأبر الهوميرا جاوبتك أن أبر الهوميرا في الغالب ما تأثر محتاج نبحث المريض ونقيم يعني في حالة ستنائية ممكن يحصل الأثار بس في الغالب ما تأثر لم يثبت هذا الشيء هل يلزم عمل عملية الدوالي أو مضروري الجواب إذا كان الواحد عنده نقص في حيوانة المنوية أو عنده نقص في الحركة أو عنده حتة حالات الصفر والفحص الوراة السليم أنا شخصيا أنصح بعملية الدوالي لأن التحسن في حالات النقص تؤدي إلى استفادة بنسبة 70% من الحالات وهذه نسبة ليس بسيطة إذا كان العدد صفر أحد الأخوة يسأل أو السبب تاريخ مرضي سابق هل مسح المجهري والتجميد يعتبر أفضل حل وهل يمكن تجميد عدد كبير من عملية واحدة فقط حسب اللي يطلع معانه يعني إذا طبعا تاريخ المرض السابق بمعنى إذا سوي عمليات وايد كلما تسوي عمليات وايد كلما الخصية تتأثر أكثر لكن إذا طبعا لا بل المسح المجهري هو أفضل في أنك تلقي حيوانة المنوية يعطيك فرصة أفضل للاستفادة وطبعا إذا لقينه عدد أكبر من حيوانة المنوية هني الزملاء اللي هم خصائية الأجنة هم اللي يحفظونها كلما يكون كمية والنوعية أفضل كلما يكون فرصة أن نجمد أكثر وبالتالي نقدر نعطي فرصة للمريض أكثر سؤال يقول في حال استئصال أحد الخصيتين بسبب الورم وبعد العلاج الكيماوي ما هي الفحصات المطلوبة لما عرفت مدى تأثير الكيماوي على الخصوة الإنجاب طبعا هذا أخوي السؤال طبعا المهم في أورام الخصيتين قبل لا نشيل الخصية أن نقيم تحليل السائل المنوي طبعا ممكن بعد العملية أو قبل العملية هذه الأثنين الأمر مقبول وفي نسبة من الحالات تقريبا نسبة 15% إلى 20% من الحالات الأورام الخصية عندهم ضعف في وضائف الحالات المنوية في الحالات هذه نحفظ الحالات المنوية تم تجميدها هذا ضروري لأن احتمال بعد العملية تنقص والأكيد بعد العلاج الكيماوي والإشعاعي يصير فيه يعني انقطاع ومنعدام الكيماوي فيه تفصيل كثير يعني لكن خينقول باختصار يعني هناك نسبة من الحالات يتحسن المرضى وفي ناس نسبة قد لا يتحسنون التحسن عادة يحصل بعد سنتين من التوقف الكيماوي إذا كان راح يصير فرصة وإذا ما تحسن غالب أن يضر الوضع كما هو وهنا المريض يلجأ إلى العينة المجمدة فإذا ما كان صار فيه تجميد هناك دراسات على أن ممكن تنشيط الخصية بأدوية هرمونية محفزة ويتم هناك مسح مجهري على هذه الخصية يؤدي إلى نتائج يعني لا بأس بها حسب نوع الكيماوي قد تكون الاستجابة يقول أحد الأخوة أنا أعملت عملية دوالي عندك والله الحمد منذ 2011 وراجعت أحد المراكز أعملوا سونار قبل سونار بأن هناك دوالي من درجة عادية موجودة في الجنة الملعبة طبعا في نقطة مهمة أن الرجوع الدوالي فيها شوية تفصيل بمعنى أن إذا كان الشخص عنده دوالي كبيرة بالحجم الفوق 2.7 من 10 وفيها ارتجاع فالمفترض بعد يعني ستة شهور على الأقل أول ثلاثة إلى ستة شهور قد تلاقي أثر الدوالي موجود ما يختفي فجع يأخذ وقت بعد ستة شهور وأنا أقول حق المرة بعد سنة لما تعيد السونار تلاقي إنكي ماشي واضح في الحجم وقد يكون فيه ارتجاع فإذا كان هذا تكلم عن 2 ملي وأقل مع ارتجاع فهذا نعتبره يعني غير مؤثر يعني نعتبره دوالي غير مؤثرة لكن لو رجعت الدوالي بدرجة كبيرة يعني ثلاثة ملي أو أكثر مع ارتجاع يعني نسميها حالات اللي رجعت الدوالي شنو الحل في الحالات هذه بعد العملية المجهرية أنا أبعدهم للقسطرة لعلاجهم بالقسطرة تداخلية الأخ أحمد يقول الله يكثرنا وتارك الله يبارك فيك الدكتور اللوغان يقول عندي حصوات في الكيلة اليسرة سلاماتي أخوي سويت سونار وأشياء مقطعية الأشياء اختلفت عن السونار في عدد الحصوات راجعت الدكتور ما أعطاني علاج متابعة كل 6 شهور والألم فضيع شنو العلاج أنا أرجو الأخو المتابعين يعني إن شاء الله يكون مستفيدين طبعا أخوي اللوغاني سلامات أولا الحصوات ممكن تسبب ألم فضيع الله يشافيك وعافيك طبعا مهم جدا أن نسوي تحليل بول متأكد ما فيه التهاب نشوف فيه تضخم في الكلية أو ما فيه هل فيه في الحال بحصوات ولا بس بالكلية بعدين العلاج على حسب حجم وعدد الحصوات إذا كانت الحصوات أكبر من 5 ملي وهي واحدة بروحها وممكن تتفتت حسب السماء كمالتها نسوي تفتيت بالموجات الصوتية أما إذا كانت متعددة ممكن نسوي منظار الحالب ونشيلها أما إذا كانت أكبر من 1.5 سانتي في الإجمالي هنا نسوي منظار الكلية فتحة صغيرة بالجم ونشيلها فأعتقد أنك محتاج تراجع عشان يتم تقييمك ويعطاك الرأي الأنسب أخوي اللوغاني سلامات إن شاء الله الله يجزاك خير على مدحك الله يبارك فيك نستمنى أن نكون كذلك واحد يقول بالخطأ نعتذر هياك الله الله يفرقكم هل المسح المجهر يأثر أخ عمر يقول يأثر طبعا يأثر أي فتح وعملية خاصة قد تؤدي إلى تأثر قد تؤدي إلى تليف وهذا يسبب ضعف طبعا كل ما تكون عملية دقيقة ونحافظ على الشرايين هنا كل ما نؤدي إلى نتيجة أفضل يسألني أستاذ أحمد الخير يقول متى تطلع لايب القادم أنا إن شاء الله ناوي كل أربعين ذا الله أحيانا أطلع لايب على الساعة تسع يعني حدود نص ساعة وإن شاء الله سهل الأمر وإن شاء الله يكون فيه فايدة هل قلة النوم وضغوطات العمل بتؤثر على عدل حيات المنوية هو للأسف ما فيه دراسات على هذا الأمر ولكن ثبت يعني من التجربة والمتابعة أن التوتر والضغوط والاكتئاب وتؤدي إلى تغير في الجسم كله وقد تؤدي إلى تؤثر على حيات المنوية فأقول من واقع التجربة نعم ممكن هذا يأثر ولهذا إذا يعني مريد إذا مسوي فحص المنوي بعد إجهاد أو بتاع بطلع الضيف أقول له ارتاح بعد كم يوم وعيده وإن شاء الله يكون هذا أحسن ميم يقول أو يقول مرت سنة على زواجي وللحين ما صار حمل العلم الزوجي كان يسوي عملية دوالي خصويتين هل ممكن يكون هذا السبب شنو الفحصات اللي يحتاجها يسويها الرجل طبعا يعتمد هو شنو فحص ما قبل عملية دوالي وعملية دوالي في نقطة مهم أذكرهم للأخوة المتابعين هي مو مو وصفة واحدة هي مو طريقة وحدة هي مو نتيجة وحدة هي تعتمد على الطريقة على الدكتور على الحالة على الأوردة في تفاصيل كثيرة فهي مو مثل يعني تبديل قطعة معينة لا هي يعني التفاصيلها مختلفة بس باختصار هي عملية جيدة فإذا كانت العملية لما ما يتحسن الشخص نشوف هل هو في أسباب أخرى في نقص الهرمونات هل في أشياء ثانية نشوف هل في رجوع الدوالي الدوالي رجعت أو ما رجعت هذا مهم جدا وعلى حسب النتيجة يعني نقيم الفحوصات اللي نسويها نسوي سونار مرة ثانية للتقييم إذا في دوالي أو لا ونسوي فحوصات الهرمونات ونعيد فحص السائل المنوي الأخ بها الرضاونة من الطبيب مسارك بولي من أردن المتابع وسعيد ما تطرح معلومات حياك الله دكتور بها ونحن نتشرف متابعتك وتحية طيبة للأخوة في الأردن جميعا أشكرك على هذه الكلمات الطيبة دكتور يعطيك العافية أنا سويت عني الدوالي قبل ستشهور والآن أحس بعوار لا أستحمله بالذات إذا انحصرت عزك الله مسبب لأزمة الصراح بحياتي وأبي رأيك الله نزعك خير سلامات أخ أحمدي طبعا لا بد أن يتم فحصك أخوي بالسونار وفحص يدوي تأكد أن ما فيكن التهاب أو أي شيء وبناء على الفحص والسونار وتحاليل ممكن نعرف شو سبب الألم اللي عندك في حالات قليلة جدا يحصل أن العصاب اللي تكون قريبة من حبل المنوي تكون تتأثر بالعملية أو تنضغط أو يعني تكون مرتبطة في الجرح فيحصل آلام أعصاب يعني هذه حالات نادرة للألم الشديد ولها طريقة معينة في العلاج ما هي الأغذية والمشروبات التي يزيد النشاط عند الرجل هذا خلص سؤال الأخ راشد يقول طبعا عموما عشان نعرف صحة الرجل الجنسية مرتبطة بصحة القلب ولهذا ثبت وهذا موضوع ثاني شيء ستكلم عنه في المرات القادمة سأعلن عنه اللي هو موضوع بضعفة الجنسية وعلاجة ومشاكل وكيف تقوى جنسيا كيف تحاضر على قدرتك فشنو الأغذية والمشروبات التي تزيد النشاط عند الرجل عادة أنا أقول أي شيء يفيد القلب والصحة العامة يفيد القدرة الجنسية يكون الأسماك مأكلات البحرية المكسرات الخضروات الفواكه المحافظة على الوزن المحافظة على الرياضة هذه تحافظ على قدرتك الجنسية دكتور أنا سويت عملية دوالي عندك الخصي ينسار بعد سنة ونص لا توجد حيوانة ملوية حياك الله سلام طبعا هو اللي يحصل عندهم هذا الأمر بعد عملية دوالي إن لا توجد حيوانة ملوية إما يكون ما عنده من قبل أو عنده ونزلت حيوانة ملوية طبعا أنا أقول له العملية لا تسبب إذا تمت الطريقة الصحيحة بالمايكروسكوب لأننا عندنا دليل إن الخصية لم تنظر كعملية عندنا الشرايين ممتازة نحافظ عليها عندنا جهاز سونار صغير اثنان عملية عندنا الأوردة تم ربطها بدقة عندنا عدم وجود دوالي وهذه كلنا نقدر نوثقها بالسونار بعد العملية فعندنا علامات إن الخصية تم علاجها بشكل صحيح السؤال ليش ما تحسنت وليش عدمت الحيوانة ملوية 30% اللي ما تتحسن نحن عندنا من أحد سلبيات حالات الدوالي إن 70% في المعدل عموما يستجيب و30% ما يستجيب ليش في ناس ما تستجيب نحن ما نعرف ليش ما تستجيب بس يبدو هالناس اللي ما تستجيب عندهم عامل خلقي اللي هو جيني في طبيعة القصية أن يحصل نزول تدريجي عندهم هذي سواء سويت عملية أو ما سويت رح ينزل عندهم الأدد فهذا اللي يحصل في الحالات هذه لما يوصل الإنسان للمرحلة هذه لأن في الطب الحديث إلى الآن هذه من السلبيات اللي عندنا ما عندنا طريقة نختار المريض نقدر يعني بالعالم كله موسح نقدر نقول هذي استفيد سوله وهذا ما يستفيد لا تسوي له ونحن نبني على الأغلب إن الأغلب يستفيد فنسوي له هل هناك أدوية تساعد عزيزات حضمانوية عزيزات عزيزة قلنا هذا الكلام تنشيط حركته نعم هي أدوية كثيرة منها حبوب منها يعني أبر منها مكملات دكتور أنا راجعت عن دكتور وما رضي يعطيني علاج مع أنه مبين بالتحارير وجود الالتهاب قال عادي روح بس شرب بماي وايد وما راجع بعد ستة شهور الحصوات ثلاثة ملي وثمانية ملي أها الأخت أو الأخوة اللي راجع حق موضوع الحصوات طبعا هو يعتمد أخوي وأختي الحجم الحصوات طبعا من ثلاثة ثلاثة ملي صغار ثمانية ملي كبار فإحنا ما نعمل الأمر شيء جماعي لا بد أن نفصل في الأمر فأنا رأي أن الأمر هذا يحتاج إلى تقييم وأنا شخصيا اللي عندهم مجموعة حصوات جمالي حجم أكثر من واحد ونصف ملي أنصح بالتدخل طبعا إذا كان لجمالي يعني أقصد تدخل بالمنظار اللي من تحت وإذا أكثر من واحد ونصف ملي منظار الجم طبعا كون أنا ما يقول شرب بماي هو يمكن أن يعطي فرصة إذا ما كان فيه انسداد في الكلية أو ما كان فيه سداد في الكلية ممكن نعطي فرصة خصوصا إذا كان مريض ينزل حصوات مع الأدوية اللي تساعد في توسيع الحالب لكن إذا بدأت تصير آلام هني لابد من التدخل حتى لو كان أربع ملي الله أعطيك العافية ونتشرف هذا أخوي بندر للشمري والنعم فيك أخوي بندر أعتقد أن أنا إن شاء الله استمتعت في أسئلتكم وأرجو أن إن شاء الله أن تكونوا استفدتم من هذا اللقاء اللايب وأتمنى أن ألقاكم في الأسبوع القادم وشكرا على متابعتكم والله أعطيك العافية والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر